السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير ويرقاكم الفيديو ديالي في احسن احوال مرحبا بكم من جديد في قناة ام حفصة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم حلوة دوازتي سهلة في تحضير وسريعة مقادر اللي هي اقتصادية ضيقة توجد ما كتاخدش منها بزاف ديال الوقت نهائيا بلا بيض وبلا خميرة كيموية وكتجي لديدة بزاف في المدق نحتاجو 250 جرام الزبدة بدرجة حرارة الغرفة قشرة ديال الحمضة وبرتق على محكوكين كاس اللي رابح زيت المائدة خمسة ديال الفرماجة متلتين معلقة كبيرة ديال السكر سقيل دقيقة تقريبا عندي 500 جرام قدروا نحتاجو كتر تبقى دقيقة على حسب الخالط نديرو الزبدة جينا في إناء 250 جرام تتكون بدرجة حرارة الغرفة بجينا سهلة في الخدمة كنزيدو مع علقة كبيرة ديال السكر سقيل كنخلطوها مزيان تنخدموها مزيان مع دك السكر حتى تتولي على شكل كريمة كنضيفو عليها خمسة ديال الفرماجات وقشرة ديال الحمضة والبرتق على محكوكين بالنسبة للقرسة ديال الملح ما محتاجينش نديروها لأنه فرماج ملح وكذلك بالنسبة للسكر ومعلقة كبيرة تكفيه لأنه بقي كان نفندو الحلوات جينا في السكر سقيل كنضيفو كاس لارو بعديل زيت المائدة كنزيدو نخدمو شوية الزيت مع ذيك الزبدة والفرماج حتى تدامج عنا المكونات هنا تولي لدينا خالط رطب كنزيدو لها دقيق الدقيق تبقى حسب الخالط عندي هنا تقريبا 500 جرام ولا كتر بشوية مهم تبقى لحسب الخالط هنا يجمعنا العجينة ديالنا هنا تكون على هذه الشكل هنا تجي رطبة ومتجيش قاسحة هنا نشكلها على شكل حريبلات ونقطعها بسكين على شكل معينة على هذه الشكل هنا نحاول نجير قطعة متساوية باش نتبقوا لنا في نفس الوقت نتبقوا لنا مغلقة نفسها نضيف طفون في اللطة نتبقوا لنا المسخنا الفرن على بحرارة 180 وننطلبه تحمر بشكل فقط يتشمع مغلق نضغط يطيبو نضغط أبصري ثلاثة ديالي عمرتها ندخلها الفورم حتى تتشمعوا ونتلقها من بعض حلوة ديالي جميعا حلوة ديالي قمنا بعد ما طبت نخرجوا هادي بردة شوية عدم بعد ما اغبروها بسكر سقيل انا ما شاء الله خرجت لي كثير من الميات حبة كمية وفيرة ما تنساوش حبيباتي لاعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة ديالي والضغط على زر الاعجاب اشتركوا في القناة